بسم الله الرحمن الرحيم أخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة نذكر بعضها في هذا الموجز الإعلامي قرر مجلس الوزراء إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقوم وزارة المالية بمفاتحة هيئة الربط الخليجي بالالتزام لوزارة المالية بدفع المستحقات المالية وخلال سبعة سنوات يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية حيث سيوفر الاستقرار في منظومة الطاقة حيث سيتم التعاقد بطريقة take and pay أي لا تدفع مبالغ إلا بعد احتياجنا للكهرباء واستلامنا من ثم يتم تسديد المستحقات هذا الخيار المهم الذي سيكون إضافة للخيارات السابقة لاستقرار المنظومة الكهربائية في السنوات القادمة إن شاء الله كما قرر مجلس الوزراء إقرار توصية اللجنة العلى للمياه وبحسب الآتي تمويل وزارة المالية 25 مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية على شكل دفعتين في شهرين حزيران وتنموز لاستمرار معالجة شحة المياه خلال موسم الصيف القادم وتأمين المتطلبات الضرورية لأعمال دوائر المذكورة آنفاً في محافظة ديالة موزعة وكل آتي واحد سبع مليار الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة تخصص لأعمال نصب محطات الضخ وصيانتها وتأهيل النواظم وشراء الوقود والمواد الاحتياطية ومعالجة مشكلة سيد دخيل طبعاً في محافظة ديخار اثنين مبلغ اثنين مليار الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات تخصص لأعمال التطهيرات وتبقين جداول الري لتخفيف آثار الشحة المائية وإيصال المياه للجداول ثلاثة مبلغ ثلاثة مليارات ونصف ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دائرة تنفيذ أعمال كيري الأنهر تخصص لأعمال إزالة الشحة ورفع الترسبات من مقدمات السدادات والسدود في محافظة ديالة كما قرر مجلس الوزراء تولي وزارة المالية تمويل مبلغ فقط ثلاثة مليارات دينار لشراء آليات تنظيف وسد العجز الناقص في الخدمات وتمويل اثنين مليار دينار عراقي لأعمال تنظيف وتطوير المواقع البيئية في محافظة النجف الأشرف وبما ينسجم أهميتها وحجم الأعمال الكبيرة في المحافظة المذكورة آنفا وعدد الزائرين المتنامي سنويا كما استعرض السيد وزير المالية الموقف المالي والاقتصادي للعراق وتطرق إلى وجود تحسن ملحوظ في أغلب القطاعات والخطط المستقبلية التي مشأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام هذا أغلب ما جاء في هذا الاجتماع لهذا اليوم شكرا شكرا